اشتركوا في القناة اللي عندهم وقت عنده وقت هذا عنده كنز المفترض انه يستغله فانه يرفع سواء بصوته ولا بأي صوت مثل الاخ ما شاء الله هذا اللي وصل عشرة مليون ولا يستصغر على نفسه يعني اليوم أنا مني مركز على الناس اللي عندهم عشرة مليون ولا عندهم مليون اليوم المحتوى القوي اللي ينتعب عليه هو اللي ينتشر في ناس شفناهم متابعينهم ألف والفين مقاطعهم وانتشارها توصل إلى مليون ومليونين جودة المحتوى وطريقته والتفنن فيه خصوصا إذا صار الواحد عنده وقت ومن أصحاب القرآن ومركز في هذا الموضوع ويصور بشكل كويس وكذا وصوت وينشره أنا أتوقع أنه بيلقى صدى كبير ولا هو بيعتمد على أنه الشخص هذا عنده أعداد كبيرة فكويس أنه أنا أشوف أنه نستغل منصات التواصل الاجتماعي فإننا ننشر القرآن وتفسيره وعلومه لأشياء